موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدين الأكارم أينما كنتم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ضيف وقضية في حلقتنا الأسبوع الماضي كنا قد تحدثنا عن الجماعات الإسلاموية وأثرها على المجتمعات وعلى الأوطان وكان ضيفنا كما تبعتم المفكر والكاتب السياسي والخبير في الجماعات الدينية الأستاذ سمير اليوسفي وكنا قد وعدناكم بأنه ثم تلقاء آخر سيجمعنا في حلقة تالية وها نحن اليوم في صدر استكمالها مع ضيفنا ذاته الأستاذ سمير اليوسفي أبدأوا الحلقة بعد الفاصل مرحبا بكم مجددا مشاهدين الأعزاء الجماعات الإسلامية كما أشرت وتاريخها وأيضا أثرها على المجتمعات والأوطان كان محور قضيتنا السابقة ونحن اليوم في صدر استكمالها كما أشرت وأرحب مجددا بضيفي الأستاذ الكاتب والخبير بالجماعات الدينية الأستاذ سمير اليوسفي مرحبا بكم أستاذ سمير أستاذ سمير دعني أبدأ هذه الحلقة بسؤال مباشر الجماعات الإسلاموية والتي كان لها صدى وحضور في عام 2011 أين كانت وأين هي اليوم وكيف أثرت على المستوى السياسي ديمقرافيا وجغرافيا وأيضا سياسيا نعم أعتذر لك أستاذ سمير يبدو أن تمت مشكلة في الصوت سأعود إليك بعد فاصل القصير إذا سمحت لي شكرا في القصير اشتركوا في القناة مرحبا بكم من جديد ونعتذر عن هذا الخلال الخارج عن إرادتنا وأعود إلى ضيفي الأستاذ سمير اليوسفي أستاذ سمير كنت سألتك عن الجماعات الدينية وما التي قامت به في العام 2011 سواء في اليمن وغيرها وكيف أثرت على المستوى والسطح السياسي وأيضا الجورة في داخل المنطقة وخارجها 2011 مثل لهذه الجماعات المرحلة النهائية التي ارتأت فيه أن تقطف ثمار عمل ما يقرب من حوالي 20 عاما تم التركيز فيه على هذه الجماعات من المؤكد أن فكرة توظيف الجماعات الإسلامية وتسليمها للسلطة بدأ بعد سقوط الاتحاد السوفيتي في عام 1990 كان هناك تفكير في الولايات المتحدة الأمريكية بضرورة تسليم الجماعات الإسلامية مفاصل الحكم في بعض الدول العربية على اعتبار أنه قد تم تجريبهم في محاربة الشوعيين أو الاتحاد السوفيتي في أفغانستان وأثبتوا نجاحا في هذا الأمر لعل تجربة الأتراك كانت السباقة في هذا المجال لو تابعنا مسيرة نجم الدين أربكان مؤسس ما سميه بالحركة الإسلامية في تركيا بدأ هذا الرجل بالصعود إلى السلطة حينها ومذكراته واضحة وله أحاديث متلفزة في هذا الأمر يتكلم فيها عن علاقات مباشرة بدأت مع الولايات المتحدة الأمريكية وكيف أرادوا منه أن يتسلم الحكم مقابل الاشتراطات معينة منها الاعتراف بإسرائيل اختلف حينها مع الرئيس التركي الحالي وخرج من عباءته في عام 2001-2003 حدث نوع من الحراك في تركيا أسفر عن تعسيس حزب العدالة والتنمية الذي يحكم حاليا التقربة أثبتت نجاحها في تركيا ولعل من يعرفون نجم الدين أربكان يعرفون أنه توفي في عام 2011 مع أحداث الربيع العربي توفي وهو يأسف لما آل إليه الوضع في تركيا والوضع الإسلامي في تركيا وقال بأن الرئيس الحالي سلم نفسه للصهائنة واعترف باليهود وتسلم رقم الداؤود في احتفال رسميا وحضر أيضا محافل في أمريكا في هذا الأمر سلم بموجبها السلطة في بلده أيضا ظهرت مفهوم ما سمي بالفوضى الخلاقة والذي تبنته فيما بعد الخارجية الأمريكية عبر وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزر رئيس السابقة طرحوا هذا المفهوم ومن عام 2006 بدأ الشغل عليه في عالمنا العربي لم يكن الأمر في 2011 كما يظن الكثيرون بدأ من 2006 الجماعات الدينية في العالم العربي تحديدا جماعة الإخوان تصدرت للموقف وبدأ التخاطب معها عبر مراكز دراسات عبر مراكز حقوقية ومراكز تنموية بدأ الخطاب معها في كيفية التعامل معها وتسليمها للسلطة هذا من المؤكد وتحت مفهوم الفوضى الخلاقة كما قلت لك استحدثوا فكرة أن يخرج الجماهير إلى الشارع تحت مسميات النضال السلمي يخرجون تحت مسمى النضال السلمي وإسقاط النظام ومن ثم يذهبون إلى الحكم بدأ الأمر في تونس ومن انتقل إلى مصر ثم إلى اليمن وعرفنا كيف استحال الأمر هنا ظهر مشروع مختلف عن ما كان يظنه الأمريكان كان الأمريكان يعتقدون بأن هذه الجماعات سيتم توظيفها توظيف سلمي أو على الأقل ستتسلم السلطة وتكون قريبة من الولايات المتحدة الأمريكية استدمت مع مفهوم آخر وهو المفهوم الجهادي الذي يسيطر على هذه الجماعات الدينية لها مشروع مختلف تظن بأنها ستتسلم دولة قادمة هي دولة الخلافة نعم لكن هناك من يقول بأن هناك دعما مباشرا لهذه الجماعات وإذكاء جذوة الجهاد كما أشرت فهل هي صدمة بالفعل سيد سمير؟ هو من المؤكد كما قلت لك يعني أنت عد أيضا إلى تجربة القطرية قطر بدأت من عام سمير وربعة وتسعين تتغير من عام سمير وخمس وتسعين حدث الإنقلاب الأمير الأبن على والده وإخراجه ثم ظهرت قناة الجزيرة كانت قناة الجزيرة أيضا بؤرة لاستقطاب قيادات الجماعات الإسلامية في مختلف العالم الإسلامي خرجت بعضها من السكون من السجون وبعضها عادت من أفغانستان كل من غضبت عليه دولته ذهب إلى هناك هذه البؤرة تحولت فيما بعد إلى حاضنة إلى هذا الفعل طبعا الأمر لم يكن بمعزل عن رضا الأمريكان لأن القطر فيها إلى الآن أهم قاعدتين عسكريتين أمريكيتين على مستوى العالم قاعدة أمريكية برية وأخرى جوية قاعدة السيلية والعيديد هذا الثمن هناك من يظن بأن قطر تؤدي دورا خارج الرضا الأمريكي وأظن هذا الكلام طبعا بعيد عن الواقع قطر تتصدر لاستقطاب الجماعات الدينية واستخدامها وتوظيفها تحت هذا المفهوم مفهوم الفوضى الخلاقة ما حدث في 2011 كما قلت لك كان سمي بالربيع العربي وكان المؤمل منه أن يقود الناس إلى نوع من التغيير السلمي ما حصل هو بالعكس يعني الذين ظهروا في القاهرة وفي ميدان التحرير في القاهرة ظهروا في البداية جماعات من الشباب البسطاء الذين كانت لهم مطالب عادية لكنهم تفاجأوا فيما بعد حبط عليهم ذات جمعة يوسف القرضاوي على طائرة وخطب فيهم في ميدان التحرير وتحدث عن الخلافة عن مشروع الخلافة أيضا في ليبيا يعني عاد الليبيون الذين كانوا في منافع الخارج وهم بالآلاف كانوا مجاهدين في أفغانستان أو مقاتلين في أفغانستان ثم جمعتهم المنافع وعادوا إلى بلدهم من قلبوا إلى هناك وتخلصوا من نظام القبذافي في اليمن لو لاحظت أيضا أول خطاب كانت البداية كان النضال أو سمي بالنضال السلمي الإصلاح تجمع الإصلاح أو ما يسمى بالإخوان المسلمين كانوا في البداية يقولون بأنهم متوجسين من حركة الشباب في الساحات ولم ينضموا إليها الأمر ليس بهذا الأمر لكنهم أوعزوا إلى شباب منهم ظهروا في الساحات حينها وظلوا مترددين بين الظهور وبين البقاء بعيدا عن الساحات لكنهم حشدوا أجمعوا أمرهم في 11 فبراير وقرروا أن نزول للساحات حينها ظهر الجهاديون والإخوان والقاعديون والأفغان ظهروا في ساحة التحرير في صنعاء وفوقينا بالأسماء التي كانت تكفر الآخرين وتتهمهم ولها أجندات خارجية وأجندات أيضا إرهابية وهم في الساحة لاحظ أيضا عندما ظهر عبد المجيد الزنداني وقال براءة اختراع الزنداني ظهر في ساحة التحرير وقال لقد أحرقتمونا يا شباب سبقتمونا وأحرقتمونا وهذه براءة اختراع والزنداني يكثر من هذا المصطلح كثيرا يعني براءة الاختراع عنده كثيرة جعل حتى هذا الأمر براءة اختراع وعندما قيل له ما هي براءة الاختراع الذي جاء بها الشباب قال بأنهم حققوا الذي كان يحلم به علماء الإسلاميين هناك اعتقاد عندهم بأن الملك الجبري سينتهي الدولة الجبرية ستنتهي وستعود الخلافات هم يرون أن الحكم الجبري بدأ بالانقلابات الخمسينيات التي بدأها جمال عبد الناصر وانتهت بثورة الربيع العربي في 2011 والزنداني لم يكن مدركا لهذا عندما رأى الشارع يتحرق قال هذه براءة اختراع وكنا غافلين عنها ولهذا لاحظ في الفقه الجهادي القاعدي رأوا بأن الخلافة لن تعود بالنضال السلمي الذي بدأ ينظر له الغرب كانوا ينظرون لفكر للجهاد أو قزي للخروج السلمي الشعب يريد إسقاط النظام ومظاهراته من هذا القبيل عندما عادوا إلى الفقه الذي المنسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأظنه من الأشياء المكذوبة عن النبي عليه الصلاة والسلام يروا بأن الخلافة لن تتأتى ولن تعود دولة الخلافة إلا إذا هريقت فيها الدماء هذا فكر داعش ولهذا لاحظ حتى الأمريكان يعني تماهوا مع هذا الفكر يقتل أسامة بن لأدم في يونيو 2011 في نفس الفترة تظهر دولة خرجت الدولة الإسلامية في العراق وبدأت تتكلم عن دولة العراق والشام في نفس العام في 2011 أي من الظواهرية تبنى نفس الفكرة في 2014 لو تلاحظ في 2007 في شهر يوليو 2014 يخرج أبو بكر البغدادي من جامعة في البصرة ويعلن نفسه خليفة للمسلمين التاريخ نفسه كان في آخر شعبان مع بداية رمضان 2014 وقبل دخول الحوثيين أو دخول الحوثيين إلى عمران الفكرة كلها في جوارها استخدام وتوظيف للإسلام السياسي في اتجاه فرض مشروع معين هذه الإقونات والكودات أستاذ سمير أين اختفت؟ هل نستطيع القول بأن هناك بدائل كانت مناسبة وهي ما حدث في أكثر من قطر عربي والمتمثل بما سمي بالربيع العربي والأطياف والفئة الدينية التي ظهرت وبالتالي تم إخفاء هذه الكودات أم أن لها ظهورا آخر سوف يظهر بعد حين؟ الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة الأمريكية كان يتبنى هذا الفكر بشكل كبير وأيضا كان على علاقة وطيدة بالنظام الإيراني يرى أن إيران يمكن استخدام الإسلام الشيعي أو ما يطلق عليه الشيعة في مواجهات السنة هناك المفكرون الغرب يرون بأن الشيعة أهونوا كثيرا من السنة في جانب المواجهات والأعمال الانتحارية والتفجيرية يقولون بأن على مدى منذ ظهور الخميني إلى الآن لم تحدث حوادث انتحارية أو تفجيرات من قبل الشيعة حتى أنهم أهدروا دم سليمان رشدي لكنهم لم يقتلوا في الوقت الذي الجماعة الدينية المحسوبة على الجانب السنة تأخذ فتواها من خطيب جمعة أو من واعظ أو مرشد وتذهب لتفجر في الآخرين فيرون بأن استخدام المذهب الشيعي يسهل توظيفه لصالحهم هذا الأمر طبعا نحن في اليمن للأسف تضررنا منه كثيرا نحن كنا على علم واطلاع قبل 2011 بزيارات للسفير الولايات المتحدة الأمريكية والسفير البريطاني إلى صعدة كانوا يذهبون جيئة وذهابا ولطالما اعترض النظام حينها على حركاتهم لكن للأسف الشديد كان موقف أحزاب اللقاء المشترك حينها سلبيا ليس سلبيا فقط وإنما كان يدعمهم في مواقهة النظام ويعتقدون بأنهم مضطهدين ومظلومين من قبل النظام صالح حينها ومواقفهم في هذا الأمر واضحة أيضا مع ظهور واضحة بماذا في تهيئتهم لتقليدهم مناصب حكم لاحقا كانوا يعتقدون بأن الحوثيين سيسهل توظيفهم لصالحهم للأسف الشديد يعني هناك أمرين ينبغي التركيز عليهم من بعد انتخابات 2006 عندما سقط المشترك في انتخابات 2006 الرئاسية والمحلية اتجه إلى الهدم الكامل وتقويض النظام في اليمن وقدناه في الضالع يذهب تذهب قيادة المشترك بعضها صارت مع الحوثي حينها والبقية ما تزال في الإخوان وغيرها ذهبوا إلى الضالع هناك وأعلنوا أن بمقدور الجنوبيين أن ينفصلوا أعلنوا حينها بدعم من حميد الأحمر كانوا بيتكلموا حينها ظهر تصريح واضح لحميد الأحمر قال فيه أن علي سالم البيض هو الوحدوي الأول في اليمن وقال بأن من حق الجنوبيين أن يعلنوا الانفصال صحيح يعني في 2006 تخيل أنا أتذكر كتبت مقال شهير حينها اسمه الفقه التشطيري للإصلاح في عام 2006 وحذرت من هذا الأمر وكانوا حينها يلمزون مني ويغمزون الفكرة التي أريد أن أقولها أنه في ظل معارضة نظام صالح قدمت المعارضة كل وسائل الهدم والتقويض من أجل أن كانت تظن أنها لن تصعد للسلطة أو ربما ترى بأن النظام لن يسقط ولهذا ذهبت بعيدا في معارضتها فوجئوا بأن النظام في 2011 قد يتنازل لهم بعد أن حذرهم كثيرا كان صالح في البداية بدأ يتكلم عن ثورة الشباب وقال بأنهم شباب لهم مطالب مشروعة ومن حقهم أن يؤسسوا حزبا ظهر فيما بعد وتحديدا بعد الجمعة التي أسموها جمعة الكرامة أن مطالبهم ليست مطالب حقيقية وإنما يبحثون عن ما بعد ذلك يريدون دولة ويريدون أيضا أن يسيطروا أيضا لا يريدون أن يسيطروا فقط بالجانب المدني وإنما يريدونه يعني إن كان هناك فساد في نظام صالح فالفساد الأكبر كان فيما بعد ولهذا قرأتنا قبل حوالي أربع أشهر مقالة لإعلامي محسوب على بن مجيد الزنداني كتب مقالة مهما كيف قطفت إيران والحوثيون ثورة الشباب في اليمن اعترف فيها وهو مقرب من الزنداني حينها بأن وزير الداخلية الحالي عبد الحكيم الماوري وزير داخلية الحوثيين دولة الحوثيين كان حينها يدير ما حصل في جمعة الكرامة العملية القتل التي أسفرت عن مقتل أكثر من خمسين شخصا وتحدث فيها عن اتفاقات تمت ما بين قيادات في المشترك وأخرى هاشمية موجودة ما بين الإخوان المسلمين واتهم أيضا بعض القيادات في المؤتمر ما يهمني أنا شخصيا أنهم أزالوا ما كانوا يحرضون عليه ضد نظام صالح كان صالح هو المتهم مع أننا كنا نقول لهم بأن الأشخاص الذين دبروا عملية الاغتيال والقنص تم القبض عليهم بشكل واضح وجلي وحينها عندما ظهروا إلى البيت الذي كان فيه القنص رؤية فاكسات طهرت فاكسات تحت توقيع وختم جهة عسكرية انضمت فيما بعد إلى الساحات ولكنه تم إخفاء هذه الأدلة كلها لم يعد مهما النبش في الماضي والحديث عن هذا الماضي وهو ما تجلى بعد ذلك بالمطالبة المباشرة لإخراج المتهمين من السجون بالتأكيد نعم يعني أنا أقول بأن الذي حصل لليمن خلال السبع السنوات الماضية وهي سنوات عجاف هي كانت نتيجة لأحقادنا ولمناكفاتنا التي تحولت إلى أحقاد وضغاء وتحاربنا فيما بيننا البين لربما لم نكن نظن بأن عدونا الكبير أو عدونا عدو النظام الجمهوري عدو ثورة سبتمبر سينتهز هذه الفرصة وسيسيطر على اليمن ونحن للأسف الشديد ما نزال إلى الآن نتقلب في هذه الأحقاد والضغاء مع أن مشاكلنا ربما تكون سياسية وخلافاتنا أيضا خلافات حزبية وسياسية تحت جوهر دولة واحدة كانت دولة النظام الجمهوري تحتكم إلى نظام ديمقراطي ودولة مؤسسات ربما أيضا لو تخلصنا من عدونا الرئيس هذا الحوثي سنجد أنفسنا فيما بعد نتنافس انتخابيا عبر صناديق من حقنا أن نختلف مع الآخرين فلسنا كلنا نسخة واحدة لكن المشكلة كما قلت لك أن الأحقاد تحولت إلى ضغاء وإلى حروب وإلى احترابات وسلمنا عدونا رقابنا وهذا ما صار عليه الأمر الذي نعيشه حاليا صحيح في اليمن وغير اليمن أستاذ السمير وفيما يتعلق بهذه الثورات من الملاحظ أن هناك شبابا لهم إرادات ومطامع وطموح كما تكلمت قبل قليل وكما ذكره سابقا الزعيم صالح لحمه الله لكن لماذا برأيك دائما ما تتصدر هذه المواقف جماعات دينية ويكون لها سيطرتها وتشغل حيزا من هذه الخارطة لماذا هم بالذات من يقف وراءهم دعما وغير ذلك كما قلت لك في الحلقة السابقة عندما تصدر جمال عبد الناصر للثورة القومية في العالم العربي كان العالم العربي في وضع مختلف تحت سيطرة الدولة العثمانية ثم جاء الاستعمار عبد الناصر خرج بالفكر القومي وبدأ يؤسس دولة على هذا الشكل من الطبيعي أن الإخوان المسلمون دعموه في البداية ثم انقلبوا عليه وبدأ المشروع الغربي يحتضنهم على اعتبار أن عبد الناصر حينها كان مدعوما من الاتحاد السوفيتي وله جماعة كبيرة تعارض في مصر تم دعمها حينها خليجيا وتحديدا من المملكة العربية السعودية الشقيقة وهذا الدعم الكبير أريد له مكان جغرافي يكون مأوى استقطاب ويكون أيضا طريقة للاستخدام والإضعاف من الطبيعي طبعا سلمت اليمن الجنوبي في عام 1967 سلمت الاتحاد السوفيتي حينها ونشأت الجماعة أو حركة الإخوان المسلمون في اليمن صارت تتحرك بقوة وبفاعلية وطبقت كل برامجها الفكرية وأفكارها في اليمن ولهذا يعني ربما المعاهد العلمية في المملكة العربية السعودية والجامعات الإسلامية حيئت ونظرت لكن كان التدريب العملي والفعلي حينها كان في المناطق الوسطى في ما بين الحدود حدود الشطرين شمالا وجنوبا فظهرت المسميات الجهادية ويعني كل ما ظهر في أفغانستان لاحقا عن الجهاد وعن المفهوم الإسلامي حينها والشهيد ورائحة المسك وغيرها من مفاهية بدأت أيضا في اليمن فيما بعد حدث نوع من التكفير حدث مواجهات تحت لافتات إسلامية حينها لكن علي عبدالله صالح كان ربما أكثر ذكاء من بقية الزعماء العرب تخلص من هذه الأحقاد خلال سنوات بسيطة من حكم حكم في عام 1978 جاءت الثمائينات 1980-82 وقد استطاع أن يجمع كل الفرقاء تحت لافتة المؤتمر الشعبي العام وظهر أن الذين كانوا كفارا والذين كانوا إخوانا انضموا تحت لافتة هذا المؤتمر ثم جاء عام 1990 ليحدث أيضا النقلة الأخرى ولهذا أنا أقول من تحدث عن صالح باعتباره مرقص ثعابين هو فعلا كان مرقصا لهؤلاء الثعابين ولعل الثعابين الإخوانية كانت الثعابين الأشرس والأقوى في هذا الأمر كانت كل الدول العربية لا تقبل بالإخوان المسلمين بل بالجماعة الإسلامية الدينية كلها ربما كان في تقربة بسيطة جدا في الأردن انتهت بالفشل لكن صالح روضهم وتعامل معهم بنوع من التقدير والتقريب واستفاد منهم كثيرا واستفادوا منه جاءت المفارقة كما قلت لك بإعازن أمريكي تحت هذه اللافتة الفوضى الخلاقة رأى أن الإخوان رأوا أن الوقت قد حان للتخلص من صالح وليقيام دولتهم هناك نقطة مهمة أريد الإشارة إليها في عام 2011 كانت الثورة أو ما سميت بثورة الربيع العربي في صنعة ترفع لافتة الشعب يريد إسقاط النظام وكان كثير من الشباب والصبايا والنساء كانوا يظهرون في الساحات بشكل مدني ربما وأيضا يطالبون بالتغيير عندما دخل الزنداني وتكلم عن براءة الاختراع انقلبت الموجة رأسا على عقب ولهذا عد بالذاكرة أو افتح حتى قنوات لو عدت للفيديوهات الزنداني في اليوتيوب ستجد أن أول لقاء له كان يهتف ويتحدث وكانوا ينادون من تحته الشعب يريد إسقاط النظام بدون أسلحة في اللقاء الثاني الذي تم في الجوف المعلومات المؤكدة عندي أنه عاد فراجع بعض طلبته وبعض المشايخ المحسوبين على جامعته جامعة الإيمان فقالوا له بأن الخلافة لن تقوم بهذا الشكل الدولة لن تقوم بهذا الشكل دولة الخلافة لا بد من عنف ولهذا عدت إلى اليوتيوب ستجد اللقاء الآخر للزنداني في الجوف وكان إلى جواره محافظ جوف الحالي وبعض القيادة المحسوبة على الإخوان وهو يتكلم عن الشعب يريد إسقاط النظام وهم يرفعون البنادق بالآلاف أمامه يحبنون البنادق ولهذا ظهرت فكرة داعش كما قلت لك فكرة داعش تظهر بأنه لن تقوم دولة الخلافة إلا بعنف وأن هذا العنف لا بد أن تسير فيه الدماء وتنتهي هم طبعا ليسوا مع داعش هم يرون بأن داعش فكرة منحرفة وفرقة سيئة لكن لابد من حصولها ولهذا حتى تم استحداثها في اليمن بعد دخول الحرب وقدنا داعش فيه تاعز تخيل تاعز المدينة المسالمة التي كانت مدنية وهذا وقدنا فيها تنظيم داعش وبدع من قطر والأمر كان واضح يعني أنا كنت من أول من أشار إلى هذا الأمر في أغسطس 2015 عندما نهبوا التاعز ودخلوها ووجدت جماعات دينية ووجدت أنصار الشريعة ووجد داعش فيما بعد طبعا عندما نسألهم ونقولهم يقول نحن ضدهم لكن كان من الضروري أن يوجدوا أن يكونوا موجودين ثم ينتهوا ليحقق لهم ما يروهم من أماني وأحلام نعم بالنظر إلى تنظيمات الإسلامية أستاذ سمير المؤدلجة كتنظيم داعش والقاعدة الذي يعتبر تنظيما عابرا للجنسيات المنتمون لجماعات إسلامية أخرى مؤدلجة كالحوثيين والأخوان من أبناء المجتمع اليمني كيف تتعاطى القبيلة اليمنية مع مثل هكذا جماعات مؤدلجة وكيف تقرأ الوعي المجتمعي في هذا الإطار للأسف الشديد القبائل طبعا القبائل المتماسكة في اليمن وتتعصب كثيرا لأبنائها خاصة مأرب الجوف شبوة هذه أبيان هذه القبائل هي التي احتضنت في وقت من الأوقات تنظيم القاعدة ليس لأنها تؤمن بالفكرة المتطرفة أو إرهابية هي فعلا من القبائل المهمة جدا والقبائل التي متصالحة مع نفسها وترفض أيضا الإرهاب لكن رأت في تماسكها أيضا ما فيها من نوع من التماسك أن من الضرور أن تحمي أبنائها ولهذا وجدنا كثير من القيادات القاعدية القديمة والحديثة في هذه المناطق هي تتمركز ما بين مأرب الجوف جبال المراقشة في أبيان في شبوة هذه المناطق الآمنة التي كان يتحدث عنها أسامة بن لادن من قبل عام 1990 ولهذا وجدنا أن أسامة بن لادن كان حريصا على استقطاب الأبناء الصلاطين في الجنوب كان يبحث عنهم ويفتش عنهم بيت النهدي بيت الفضلي فبحث عنهم وعطاهم أماكن أو دعمهم دعما كبيرا حينها من أجل أن يتمركزوا في هذه المناطق ولهذا كان أسامة بن لادن يرى بأن أهم مكان في العالم مأوى آمن لجماعته إما أن يكون في صعدة على الحدود من المملكة العربية السعودية وإما أن يكون في جبال المراقشة في أبيان فاختار الثانية وسهل له الأمر ولهذا عندما دخلوا في عام 1994 الأمر صار مؤكدا يعني كان الأمريكان يرون ضرورة استيعاب الجماعات الإسلامية واشترطوا حينها على نظامنا بأن يتم استيعاب الجماعات الدينية العائدة من أفغانستان والتعامل معهم ولهذا ربما لا يعرف السعوديون حتى الآن بأن تهريب محمد المسعري تم حينها بإعاز من حزب الإصلاح حينها بل منح جوازا دبلوماسيا وبأمر من عبد المجيد الزنداني حينها منح الجواز دبلوماسي وانتقل إلى صنعاء وعاش فيها فترة من الزمن ثم انتقل إلى بريطانيا وكان الأمر بأمر عض مجلس الرئاسة حينها عبد المجيد الزنداني نحن لا نريد أن ننبش كما قلت لك في هذه الأمور من أجل اكترار الأحقاد لكن نحن بحاجة أولا للتخلص من كل الأوزار التي حملناها طيلة الفترة الماضية حتى نعرف من هو عدونا الحقيقي لا داعي لأن كثير من الخطاب الغبي الذي يحمله حزب الإصلاح الآن والذي يجعل كثير من أعضاء المؤتمر يتمترسون وربما يرفضون كل دعواتهم ينصب حول المقتل في الثلاجة على قولتهم صالح المقتل في الثلاجة صالح الذي في الثلاجة لا يعلمون بأن صالح قدم نفسه يعني رخيصة من أجل مبادئه وعلى الأقل أنهى حياته بطريقة شريفة وترفع الرأس فعلا في مواقهات عدو اليمن التاريخي وكان خطابه تاريخيا وأظن لو كانوا من الحكمة والعقل والرشد لا استخدموا هذا الخطاب أيضا في خطابهم للاستفادة من كوادر المؤتمر الشعبي العام لكنهم ما يزالون كالبقرة الغبية يكترون أحقادهم بسفاهة وببلة وبحمق ولا تدري ماذا يريدون بل يؤكد لنا ما يفعلونه بأنهم يتماهون مع الأجندة القطرية الإيرانية التي تحارب اليمن نحن نحاول فعلا أن ننزع عنهم هذه التهمة وهم يؤكدون أنهم ليسوا إخوانا أو ليسوا مع الإخوان المسلمين أنا شخصيا لا أرى في الإخوان المسلمين إلا ماضيا قد انتهى يعني سواء كان سيئا أو صائبا أو خاطئا يكفي أنه قد انتهى إلى فكرا قبيا ساذج وجربناه في وقت من الأوقات وقاد المنطقة إلى هذا الدمار من حق الإصلاح أن يتبرأ منه والأصل أن يتبرأ منه فعلا لكن هذا التبرأ ينبغي أن يكون تبرأ حقيقي ليس شرطا أن يقاتله أو أن يذهب بعيدا في هذا الخطاب لكن على الأقل تتخلى عن الإخوان المسلمين وتعيش واقعك الحقيقي الآن وتجعل خطابك الفعلي خطاب وطني نحن في اليمن بحاجة إلى من يخاطبنا عن صنعاء عن عمران عن صعداء عن مأرب لا نحتاج الخطاب الدولي الذي يحدثني عن البسنة والهرسك وعن الشيشان وعن أفلستان وعن إسرائيل وعن القدس أنا قلت في وقت من الأوقات ربما كلام مزعج للآخرين أنا عندي تحرير تعز أهم من تحرير فلسطين تعز هي بلدي وفلسطين لها أبناؤها لكن أيضا التمركز حول القضايا الكبيرة هذه ونحن أسوأ ما نكون يعني حماس هذه التي تنتمي للأخوان المسلمين هي الآن في صف الحوثي ومدعومة من طهران نعم ومدعومة من طهران يعني ما الذي يجعلني أتمترس مع جماعة إيرانية تستخدمها إيران وتوظفها أيضا حزب الله نفس الكلام هتفنا لحزب الله في عام 1997 وخرج اليمنين بالملائين اكتشفنا أن هذا الحزب الطائفي المتطرف هو عدونا الفعلي في اليمن يعني فالحديث أولا لنحرر بلدنا أولا لنحرر صنعاء لنحرر حديدة لنحرر تعز ثم نتحدث عن هذا الكلام العاطفي الكبير الذي صار مصدرا للارتزاق الفلسطينيون يعيشون في وضع أحسن من وضع اليمنيين وربما حالهم أحسن من حالنا بكثير لكننا تمترسنا حول هذا الخطاب الغبي والساذق والعاطفي والذي أدى بنا إلى هذا المعال صحيح بهذا الخصوص أستاذ سمير يعني لا فتنتبهي أو شدني إلى سؤال لا بد من طرحها إيران تدعم المجتمعات أو الطوائف الشيعية العربية وقطر تدعم الشقة الآخر وهي الجانب السنية بينما لم نسمع إيرانيا شيعيا يناهض سنيا آخر يعني الاتفاق على حرب العرب مع العرب يعني ألم يعي العرب هذه الخطورة وهل تقرأ بأنه ثم توعيا أيضا قادما سوف يطرأ يا أخي الإخوان المسلمون عندما ظهر الخميني في طهران ذهبوا وبايعوه من جميع الدول العربية عندما أيضا دخل صدام إلى الكويت بارك الإخوان هذه الخطوة ولعل الأمير النائف من عبد العزيز مات وهو يكرر عدائه للإخوان وقال بأنهم خذلوا رغم دعمهم الكبير دعم المملكة العربية السعودية الكبير للإخوان إلا أنهم تفاجأوا في كل موقف تكون فيه المملكة طرفا يقفون ضد هذا الطرف أنا هنا طبعا لا أحرض على الإخوان على اعتبار أنه لا يوجد إخوان مسلمون في اليمن كما يقولون يعني ولأصلا لا يغضبوا من هذا الكلام طالما وهم لم يعودوا على الإخوان المسلمين أنا أتكلم عن تاريخ ونريد أن نفتح صفحة جديدة في هذا الأمر القطر في هذا الأمر دولة صغيرة هامشية لم تكن تذكر قبل 1994 إلا باعتبارها تابعة لمجلس التعاون الخليجي والمملكة العربية السعودية هو نظام وقد من الدعم والتمويل ليس من التمويل ولكن من الدعم الغربي الكثير يرى في المملكة العربية السعودية أنها أكبر منه ويريد أن يطاولها وبالتالي أيش يشتغل على الإعلام وظهر وكان مبارك يحذر من قطر كثيراً النظام القطري يحذر المملكة العربية السعودية ومن حق الكبريت ويقول أن هذه حق الكبريت الذي هي القزيرة القزيرة هي هذه الكذبة الكبيرة حولت قطر إلى أتظن قطر بأنها صارت دولة عظمى بسبب هذه القناة دائماً عندما تلعب على الشواذ وعلى المفارقات وعلى الأضعف ستجد أنك تذكر فقطر ذكرت كثيراً بسبب استقطابها للجماعة الدينية تخيل أن الإخوان المسلمون كانوا مضطهدين أو يرون بأنهم مضطهدين في بلدانهم واتم إقصائهم جاءت قطر في استوعبتهم وبالتالي صاروا يبشرون بقطر ويتحدثون عنها في كتبهم في برامجهم في حلقاتهم في ندواتهم في نقاشاتهم وبالتالي وقدت قطر أنها ذكرت بشكل كبير وبالتالي انتقلت للمرحلة التالية وهي مرحلة أن تدعم أمريكياً بشكل كبير وعندما رفض الملك السابق الملك فهد بن عبد العزيز بقاء القوات الأمريكية في حفر الباطن وقد القبول الأمريكي وقدوا قبولاً من نظام قطر حينها كانت أمريكا تطمح في أن تبقى قاعدتها فقط التي ساهمت في تحرير الكويت في حفر الباطن فرفض النظام السعودي جاء حمد بن خليفة وسلمهم أكبر قاعدة جوية على مستوى العالم وأيضاً قاعدة برلية أيضاً من المعلوم بأن قطر تسهم بـ 75% من نفقات أي طائرة أو تحرك عسكري أمريكي من حساب الخزينة القطرية حتى الآن فبالتالي هذه الدولة وقدت في نفسها طموحاً كبيراً اشتغلت على 2011 شغل كبير وصار من المعلوم حالياً بأن ما حصل من سقوط دريعاً للنظام في عام 2011 تحديداً بعد 18 مارس 2011 كان بتمويلاً قطري الساعة مولت وكثير من من قدموا استقالاتهم حينها وتم التخاطب معهم وكثير منهم استلمون فقات من قطر ومن رفض وقد نفسهم مهمشاً وبعيداً عنهم صحيح فيما يخص مؤخراً قطر لا تزال كما هو متابعة تحاول إذكاء جذوة الفتنة في أكثر من قطر عربي وأيضاً الشعوب العربية للأسف الشديد لم تستفد من سابقاتها كيف تقرأ أيضاً هذه الخطورة وما هي الرسالة التي تود أن توجيها بهذا الشأن أنا طبعاً زرت قطر كثيراً وشاركت في كثير من مؤتمرات هناك منها مرتين في مؤتمر الديمقراطية الناشئة كان يفاجئني كثيراً أن قطر تتبنى مؤتمر الديمقراطيات وعندما أذهب إلى فندقي إلى غرفتي في الفندق أفتح الجزيرة لأجدها يعني حوالي مرتين وأنا أتخاطب مع الفندق في أن يعيدوا لي أتردد الجزيرة القطريين لا يعرفون عن بلدهم أي شيء قطر تخاطب الخارج غير خطابها في الداخل بل أن تنظيم الإخوان المسلمين الذي تدعمه قطر أكبر النظام القطري في عام 1997 الإخوان الذين كانوا في قطر وكانوا من الستينيات من يوم عبد الناصر قد بدأوا بتأسس الإخوان أكبرهم على أن يحلوا أنفسهم هذا النظام كما قلت لك هو مطرقة أو شاكوش تستخدمه الولايات المتحدة الأمريكية من أجل إضعاف من أجل استقطاب أولاً القوى الإسلامية وترويضها سأقول لك أمراً انظر حتى في القنوات الفضائية اليمنية المدعومة من قطر هي معروفة لأن صارت معروفة يعني تستلم أكثر من مئة وستين ألف دولار شهرية النفقات هذه القنوات حرصت في الفترة الأخيرة على أن تفتح لها مكاتف في الأردن في عمان وبدأت تشتغل على التطبيق يعني هناك خطاب قطري يخاطب الأمريكان في أنه في مقدورنا نحن بترويض هذه الجماعات الإسلامية وتحويلها إلى 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 مرحلة متقدمة في القبول بالآخر بل حتى القبول بإسرائيل ولهذا أنا قبل فترة قريبة شاهد برنامج في إحدى هذه القنوات اليمنية كان حوار مع فلسطيني يعيش في القدس في فترة الصباح يعني أتوا بهذا الضيف ويقول لهم بإمكانكم يعني صار بمقدور اليمنيين أن يذهبوا إلى السفارة سفارة إسرائيل في عمان وأن يعقذوا التأشير ويدخلوا إلى فلسطين ويعتكفوا في الحرم القدسي في الأقصى فأتخيل هذا الخطاب يأتي من قناة إسلامية تمثل الإخوان المسلمين في اليمن أو الإخوان طبعا يقولون بأنها لم تعد تمثلهم لكن هي قناتهم فعلا ما لم يعلنوا البراءة بشكل واضح لا يكفي أن يقولوا بأن فلان ليس في الإخوان معناته أننا ما زلنا نحتاج إليك إلى فترة قادمة كما قلت لك يعني يفترض بالمصريين أن يعرفوا بأن بلدهم كادت أن تضيع بسبب قطر يفترض بالليبيين أن يعرفوا بأن بلدهم ضاعت بسبب قطر اليمنيون ضاعت بلدنا بسبب قطر ربما أيضا تغاضي إخواننا في المملكة العربية السعودية وسكوتها أدى إلى هذا المعال في فترة من الفترات تركت الحب على غارب حينها أيضا نحن اليمنيون بسبب معارضاتنا ومناكفاتنا وخلافاتنا الحزبية أسهمنا كبيرا في هذه الفجوة إذا أردنا فعلا أن نتحد وأن نكون جبهة وطنية عريضة كما يخاطبوننا الآن ينبغي أن نتخلص من هذا الأرث البغيط خلافاتنا التي بدأت من عام 2000 وتحولت إلى صراع ثم إلى احتراب أولا لابد من الاعتراف بها إعلانها مكاشفة أنفسنا وبعضنا البعض بها ثم أيضا أن نتحاور عليها وأن نبني قسور قادمة وقديدة على أساس إبقاء النظام الجمهوري والحفاظ عليه وأيضا دولة النظام الديمقراطي ثم أيضا نعرف من هو عدونا أما أن يتمتلس كل طرف مع التجاه ويريد أن يتحالف مع الآخر لكي يقضي عليه أعتقد أن لن نصل إلى نتيجة أبدا وقد قربنا القمسة السنوات الماضية كيف كان مآلنا إلى الآن اليمن صارت مجزة يعني الجنوب يتحدثون عن الإنفصال في الجنوب وكأن اليمن الشمالي موحد أو شمال اليمن موحد أنتم سلمتم الشمال هربتم حينها في 2015 واتجهتهم إلى المنافي وتربتم الحوثي يعود في الشمال فسادا ويسيطر عليها ثم تأتي عندما يظهر خلاف في الجنوب وينادى بفك الارتباط هناك بسبب أيضا قضايا سابقة أنتم أقلتموها وحربتم عليها ضد نظام صالح فجاء استثمر الوضع قئتم وقلتم هذا انفصال وبدأتم ستقاتلون في الجنوب تقاتلون في الجنوب من أقل وحدة مع عاصمة صارت تسيطر عليها إيران فعلا فأنا أقول بأن هذا الخطاب الغبي هو ليس غبيا هو خطاب مرتزقة خطاب يجعلك تنظر لهؤلاء بأنهم أقزام فعلا اليمن تفتقد إلى قيادة حقيقية ملهمة بحجم اليمن مشكلتنا بأننا نعيش عصر الأقزام والضعفة والصغار فعلا ونحن في أزمة قائد كما أشرت بالفعل أستاذ سمير ذي الحديث بقية يعني أنا أعيدك ولكن الوقت ربما أداهمنا والحديث معكم ذو شجون أشكرك جزيل الشكر للأستاذ والمفكر والكاتب السياسي والخبير في شؤون الدينية الأستاذ سمير اليوسفي الذي كان ضيفا عزيزا في حلقتنا لهذا اليوم برنامج ضيف وقضية ثمت لقاء آخر سيجمعنا به لاحقا بذله تعالى حتى الملتقى أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة